أداة مهمة جدا وأرخص بكثير من الميزار راح تفيدك بشكل كبير بمرحلة خسارة الدهون أيضا راح تفيدك بمرحلة بناء الكتلة العضلية هذا الأداة اللي هو قياس محيط الخصر بشريط القياس فاللي عليك تسويه أنك تراقب قياس محيط الخصر كل أسبوع وتراقب مستوى تقدمك فإذا لحظت ثبات الوزن مع تقليل محيط الخصر فهذا يدل على أن الجسم في حالة خسارة للدهون وفي نفس الوقت قاعد يحافظ على الكتلة العضلية وإذا كنت في مرحلة بناء الكتلة العضلية فإذا لحظت زيادة بالوزن مع ذلك ثبات بقياسات محيط الخصر فهذا يدل على أن الزيادة اللي اكتسبتها هي عبارة عن زيادة بالكتلة العضلية وليست زيادة دهنية فلهذا السبب مهما كان هدفك سواء هدفك خسارة الدهون أو بناء الكتلة العضلية راقب قياس محيط الخصر بجانب الميزان